مجددا تعود ايران لتضع نفسها في المشهد اليمني هذه المرة من بوابة الحشد الشيعي العراقي لم تكت تخفط تصريحات حسن نصر الله عن استعداده للقتال في اليمن حتى جاءت تصريحات قائد شيعي عراقي يعلن فيها استعداده للقتال تحت امرة زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي وانا الان اعلن تطوعي جنديا صغيرا يقف رهن اشارة قائدتم المغوار السيد عبد الملك الحوثي عزه الله بامتداد الميليشيا الموالية لطهران يمضي مشروع تدمير عابر للحدود في المنطقة العربية لحواضرها وتمزيق النسيج الوطني متنكرة لابجديات التعايش والمواطنة يرى الكثير ان الدعم الايراني لميليشيا الحوثيين في اليمن يظهر على سطح الصراعات السياسية والمصالح الدولية التي ترتبط بها ايران غير ان الواقع يؤكد وصول هذه اليد الى قلب التراب اليمني فقد اكد الجيش الوطني قبل ايام القبض على خبراء من حزب الله لبناني في زعدة معقر زعيم الميليشيا رفعت الميليشيا الطائفية المدعومة ايرانيا شعار المقاومة ضد الاحتلال ردحا من الزمن قبل ان تكشف عن اطماعها وتسفر عن ادوات قمعية تدير خارطة التوحش في المنطقة لتتسع مساحة ضحاياها من لبنان الى سوريا في العراق واخيرا اليمن رغم كل المحاذير التي يتسم بها خطاب المقاومة في الانجرار الى مربع الصراع الطائفي غير ان هذا لا يلغي حقيقة ان الحرب التي تخوضها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين او بالاحرى الحرب الايرانية في المنطقة عبر وكلائها هي حرب قائمة على الهوية المذهبية العابرة للحدود وان معركة ايران هي معركة واحدة تمتد من العراق الى اليمن ميليشيا تتغذى على الطائفية المدعومة ايرانيا من مخزون الكراهية على المجتمعات العربية تجتر صراعات الماضي وتقاتل تحت لافتات عدمية من قبيل الثأر لرموزها التي قضت قبل عقود في سياق صراع سياسي تريد تحميل الشعوب العربية اليوم وزر ذلك الصراع وسائل القمع التي تتبعها الميليشيا الطائفية هي الاخرى تبدو متشابهة مع الاحتفاظ ببعض الخصوصية بدءا بفتاوى التكفير واستباحة الدماء مرورا بخطاب التخوين والعمالة وصولا الى التفجير والاغتيالات والسجون والتعذيب وادارة ملفات الحرب بقسوة بالغة التصريحات الاخيرة تقول ان ميليشيا الحوثي في اليمن ستظل عنوانا لمخاطر استمرار اليمن ميدانا للصراع الاقليمي والدولي وساحة للابتزاز بين القوى الدولية بينما يدفع اليمنيون التكلفة الباهضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر